شكرا أزمريكي العزيزة مننا إبراهيم على هذه التغطية ودلوقتي نروح معاكم بقى على الصحافة الرياضية تغطية مختلف تغطية أبا؟ إحنا برنامجنا ذات نفسه مختلف إحنا مختلفين الله نروح بقى مقر جريدة الجمهورية ورسلتنا العزيزة جدا هنا أبو القاسم عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف طبعا ويق المواقع هيكون معها اللقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريدة الجمهورية يعني صباحا خير عليك يا هانا طبعا وعلى أستاذ حسام ومنشرتات مهمة جدا ويمكن اللي لفت نظري منها كمان من جريدة المساء موقف هنا يعني حجازي وحمدي فتحي والشناوي خلينا نعرف منك تفاصيل أكتر تفضل صباح مختلف عليكو يا نهواندو يا كريم على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي ومن داخل مقار جريدة الجمهورية هناخدكو في جولة لأهم وأبرز أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم وطبعا هيكون معايا ضيفي العزيز أستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي والكاتب الصحفي عشان يناقشنا في هذه الأخبار ويكون معانا أخبار كتير عن طبعا مباراة مصر وتونس المباراة المرتقبة غدا خلوني في البداية أبدأ بعنوين أخبارنا اليوم والبداية من جريدة الجمهورية قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة مفاجأة مصرية لنصور التونسية كمان من جريدة ألمى ساكي روش يجهز أشناوي وفتحي لمواجهة تونس ومن اليوم السابع بالأرقام حمدي فتحي صاحب الثلاث رئات ومالك التاكلينج وأخيرا من جريدة الشرق الأوسط برشلونة وبوكا جونيورز في سباق مثير للفوز بكأس مارادونا أستاذ حسام طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وخلينا في البداية نبدأ بحديث الساعة وهو مباراة منتخبنا الوطني وتونس بنصف نهائي بطولة كاس العرب غدا يعني حيشفنا مستوى كبير جدا من جميع المنتخبات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا أتمنى للمنتخبنا الوطني كل التوفيق إن شاء الله يفوز ويصعد للنهاية وبإذن الله يطوّج بالبطولة طبعا كيروش على قدم النصاق بينهي النهاردة إن شاء الله استعداداته الأخيرة والقوية قبل مجاهة نصور كارتاج إن شاء الله وطبعا بعض الإصابات كانت طبعا قليل من التخوف حتى للمشجعين وعلى رأسهم طبعا الشناوة لكن طبعا الروح المعنوية للشناوة اللي بيطالب إن هو يشارك حتى لو كان فيه شيء من الإصابة ما اكتملتش ولكن النهاردة طبعا بيعدوه بشكل قوي كذلك حمد فتحي وأيمن أشرف طبعا هيبقى خارج المنظومة الجديد إن شاء الله فيه أمل كبير إن إحجازي طبعا هو ملك الدفاع يعني إحنا شفناه بسبب عدم مشاركته المباراة الأخيرة أمام الأردن كان فيه مشكلة وإن شاء الله بيتم إعداده بشكل قوي طبعا ده إلى جانب بعض اللاعبين زي أكرم توفيق طبعا عدته من الإنظار ده بيمثل قوة لمنتخبنا الوطني لإن طبعا نصور كارتاج عندها هجوم قوي جدا يعني سيف الدين الجزيرة المساكني السليتي إلى جانب بعض اللاعبين الأخرين منهم مثلا علي معلول الظري الأيصر ليه الفريق وعودة المسلوسي من كورونا إلى جانب طبعا فرجاني سياسي كل دي تعتبر بتقوي من فريق تونس ولكن إحنا إن شاء الله وإذن الله هنتغلب عليهم من خلال الإراس السريعة أو السابقة لكيفية التغلب عليهم وده من خلال طلب الجهاز الفرن على العرسوم كيروش بالضغط المبكر والمستمر مع غلق المساحات وعدم إتاحة الفرزة ما حصل في مباراة الأردن وكان قدروا أن هما يتقدموا ببعء ولكن إحنا تفوقنا عليهم من خلال إغلاق كل هذه الصغرات وده اللي اشتغل عليه كوروش في استعداداته لمباراة تونس فإن شاء الله قول للتوفيق لمنتخبنا وبإذن الله يفوز من المباراة يعني استكمالا الحديث عن مباراة غدا أمام تونس وزي ما حدثك ذكرت طبعا هيكون فيه احتمال كبير عودة الشناوي عودة حمدي فتحي كمان بجانب أنه هيتم إلغاء جميع الإنظارات هل شايف أن ده هيكون ليه تأثير على مباراة غدا؟ شيء طبيعا هيكون تأثير إيجابي جدا أنه طبعا ده لو كان هينفذ كان إحنا عندنا مصطفى فتحي عندنا محمد شريف عندنا السلية وكان طبعا حمدي فتحي فتحي فهم دول من أهم الأوراق الربحة اللي عندنا فشيء طبيعي أنه يتم إلغاءه بعد الوصول لربع نهائي هيبقى شيء جيد ودافع وقوة لمنتخبنا الوطني فالحمد لله أن ده طبعا تم تنفيذه ومبارك إن شاء الله لمنتخبنا بإذن الله بلفوز إن شاء الله طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلينا بقى نروح للعبنا المتقلق لاعب حمدي فتحي طبعا لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر والحقيقة إن كل ما ده لاعب حمدي فتحي بيقدم مستوى رائع جدا وبيضبط نفسه أكتر طبعا حمدي فتحي ومن ساعة ظهوره مع نادي الأهلي كان بيمثل ثقل كبير جدا إلى جانب السلية يعني إحنا بنشوف أغلب التشكيل الأهلي كان تمال يقوله إن هو إلى جوار السلية بيمثل قوة كبيرة جدا لأنه هو فعلا بالفعل مقاتل مقاتل كبير جدا بيخلي الفريق ليه قوة كبيرة جدا وبالله إن هو طبعا رقم الصغر سنه هو يعتبر لسه في منتصف مشواره زي ما بنقول يعني شارك مع الأهلي فيما يقرب من 83 مباراة حقق منهم أحرص ثمن أداف وصنع ثلاثة إلى جانب إنه هو شارك فيه عشر مباريات دولية أحرص فيهم هدف وده بيمثل ويأكد إن هو طبعا يستحق هذا اللقب وإن شاء الله بإذن الله نتمنى له طبعا العودة وشارك بكوة في المراحل القادمة بإذن الله خاصة النهائية إن شاء الله صحيح أخيرا بقى خلينا نروح لفعليات موسم الرياض يعني النهاردة هنشهد مباراة احتفالية للأسطورة الراحلة طبعا نجم الأرجنتيني دييجو مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز حررتك شايف المباراة دي هتكون إزاي وإيه رأيك فيها؟ وفكرة عماتا كاس مارادونا كاس مارادونا هو شيء جميل على الأرض العربية يعني وبلد شقيق زي السعودية ده بيمثل إن هو غير الفقر العالمي إحنا كان الأول تمال المباراة دي بتقام خارج البلاد العربية إنما دلوقتي بقت البلاد العربية وفي مقدمتهم مصر بنقدر خاصة في جائحة كورونا إن إحنا بنقدر نستضيف أي بطولة عالمية مهما كان وده بيؤكد الثقل والتطور لجميع الدول العربية فشيء طبيعي ده بيخلي فيه دفع قوال جميع دول العالم إنه نقدر نقيم بطولات أو حتى بطولات كاس العالم على أرضنا وزي ما حصل مع مصر في كاس العالم اليد إن شاء الله وطبعا إيه الفريقين بالنسبة لبرشلونة وصل بالمدربه تشافي هارنانديز كان بيشارك مع الفريق وحتى في التدريب بحيث أن يرفع من روحه من المعنوية عشان تبقى مباراة قوية والفريق المقابل طبعا خد راحة بسيطة بعد لأن كان فيه مشوار كبير من الأرجنتين للسعودية وإن شاء الله نتمنى مباراة قوية والسعودية تملي تبقى هي ومصر فيه مقدمة البلاد العربية تستضيف أفضل أو أقوى البطولات بشكر حضرتك جدا أستاذ حسام شكرا لحضرتك شكرا يعني ده كان لقائي مع أستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي ودي كانت جولتنا الصحفية اليوم العودة لكم مرة أخرى في الستوديو جولة رائعة من شكرك وأكيد منشكر ديفك عليها شكرا لك يا هانا جدا ترجمة نانسي قنقر